اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين حياكم الله مشاهدين الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العمر يحلو بتلاوة القرآن والقلب يرقى بآيات الرحمن والروح تسمو من فيض رحمة الله وتنكشف أستار الغفلة عن الأذهان فهو الخيط الناظم والحقيقة الكبرى ووجه ضوء وأريج يطلع لنا من كل الجهات مشاهدين الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم أرحب بكم في هذه الحلقة المنتظرة من مسابقة جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم هذه الحلقة سيتنافس فيها خمسة متسابقين من فئة الأطفال حازوا على أعلى خمسة معدلات ليتباروا الليلة على المراكز الثلاثة الأولى ووفقا لتقييم لجنة التحكيم وصل إلى هذه المرحلة باقتدار من العراق أحمد حسن مبارك لكم يا أحمد هذا التأهل إلى النهائيات ونسأل الله لكم التوفيق والسداد كما تأهل أيضا بجد واجتهاد واستطاع بإحساسه أن يكون في النهائيات إبراهيم سو من ساحل العاج مبارك عليكم يا إبراهيم هذا التأهل وأيضا بجدارة تأهل إلى النهائيات محمد أهيى بن نقشبندي من سوريا مبارك عليكم يا أحمد هذا التأهل وبصوته وأدائه المتقن تأهل معنا من إيران ياسين غلامي مبارك عليكم يا ياسين هذا التأهل للمرحلة النهائية وختاما تأهل معنا من باكستان محمد أبي بكر مبارك عليكم يا محمد هذا التأهل وننتظر بشغف أن نستمع لتلاوات طيبة بأصوات ندية مشاهدين الكرام باسمكم أرحب أجمل ترحيب بلجنة التقييم الموقرة أبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي من العراق حياكم الله شيخنا العزيز حياكم الله وتقبل الله أعمالكم بارك الله بكم يا محمد الله أحفظكم أهمية لكم وهناكم الله بالإيمان كما أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ عمر بوسعد من الجزائر حللتم أهلا ونزلتم سهلا في العراق شيخنا الكريم مرحبا بكم أخي محمد حياكم الله وبياكم ومرحبا بمشاهدين الكرام وسنستمتع ونستمع لأفضل كلام ولأعذب كلام ألا وهو القرآن حياكم الله شيخنا كما أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ محمد فهم عصفور من مصر حياكم الله شيخنا الكريم حياك الله وبياك حبيبي وردة المسابقة أنت أسأل الله لكم التوفيق والعافي هذا من جميل ظنكم بتلميذكم كما أرحب أجمل ترحيب من سوريا بالأستاذ المنشد عماد رامي حياكم الله وتقبل الله وصيامكم وقيامكم بارك الله فيكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا وحياكم وبياكم أسأل الله لكم العافية ورحب أيضا بالمنشد والقارئ الأستاذ السيد كريم موسوي من إيران أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم وفغكم الله لكل خير يا رب شكرا جزيلا لكم سيدنا ورحب أجمل ترحيب من العراق بالسيد حسنيان الحلو حياكم الله سيدنا أهلا ومرحبا بكم حياكم الله شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام متابع معكم كيف بدأ استعداد ومتسابقين الفتية قبل انطلاق هذه المنافسة مشاهدة طيبة سلام قولا من رب رحيم إن شاء الله مستعدين لمنافسة ومنافسة صعبة لأنه باعتبار أول محاولة إلية أنه بمسابقة دولية وراح ننفس عدة متسابقين من دول أخرى متفاعد المسابقة وإن شاء الله نحوز على أحد المراكز الثلاثة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ومنافسة ليلة صعبة جدا ولكن سأفوز إن شاء الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صاحب الطاقة النغمية المتفردة والذكاء العالي في الانتقالات فهل سيحافظ الليلة على أدائه المبهر الذي شاهدناه في المرحلة الأولى؟ ياسين غلامي من إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَلْقُ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْضُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حياكم الله مشاهدين الكرام عدنا معكم بعد استماعنا لتلاوةٍ جميلةٍ طيبةٍ للمتسابق ياسين غلامي من إيران شكراً جزيلاً لكم وطيب الله لكم الأنفاس وأنتقل مباشرةً للسيد حسنياً الحلو رأيكم سيد شكراً جزيلاً وشكراً لأبننا العزيز ياسين والله تلاوة جميلة صراحة يعني صعب التعليق على تلاوات الفتية لأنه ما بين فترة البلوغ ما بين عمره الصغير وتجربته الصغيرة ما بين أنه هو من بلد غير عربي ولكن يتقن الأنغام بشكل جميل انتقالاته جميلة بغض النظر عن التلكؤ اللي حدث يعني من الاستهلال ودخوله إلى التوسط والجملة العجم اللي بدأ بيها أو يعني بدأ ياخذها جاءت عرضاً لعله غير المتهية إلها لكن حينما دخل إلى الرست وبعد ذلك تسلسل إلى بقية المقامات خصوصاً النهاوند والكرت كان جميل جداً فبالتالي صعب التعليق عليهم صراحة يعني ولكن عموماً تلاوة جيدة وطيبة ومباركة وتدخل إلى القلب يعني شكراً جزيلاً لكم شيخ محمد فهمي عصفور لكم الكلام حياك الله حبيبي ما شاء الله يا سين ما شاء الله حسنت يا حبيبي وأنا صراحة أضم صوت إلى صوت سيدنا حسنين لما بيقول إنه هو من بلد غير عربي وأبدع هذا الإبداع فالقرآن بلسان عربي اللسان عربي يعني لسان النبي محمد وهو نزل في لباس اللغة العربية يعني يشبه اللغة العربية لكن له روح وله حقيقة تتخلل إلى كل القلوب يعني أعطيك مثال مثلاً كما أن اللغة الإنجليزية والفرنسية متشابهاتين في الحروف لكن هذه شتان بين هذه وذات فالقرآن يشبه اللغة العربية لكن يتخلل القلوب والأرواح بحقيقته وبمعانيه فأن تجد في هذا العمر فعلاً مثل ما سيدنا تفضل في هذا العمر أن يبدع هذا الإبداع وينافس أهل اللغة بهذه الطريقة فهذا الإبداع بذاته ما شاء الله شكراً شكراً حبيبي ياسين ما شاء الله شكراً لكم سيد كريم موسوي تقييمكم أداء باهر ورائع وجميل وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقه ويؤدي الواجب ويستمر على هذه التلاوة شيخ الدكتور باسم العابدي لكم الحديث فارك الله بك يا ياسين أنرى الله قلبك وفكرك وأنت مظهر للقرآن جميل وقدوة صالحة للشباب والفتيان من أمثالك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك نوراً على نور بارك الله فيك شكراً لكم الأستاذ عماد رامي تفضل حبيبي ياسين لا هو أول ما بدأ أنا كنت فكه صدفة طلع للعجم صدفة يعني تاري هو أخذ سكة ومشي فيها يعني أخذنا نحن غدر غدر فينا فمشى السكة على العجم لحتى وصل إلى مبتغاه الله أعطيك العافية شي جميل وقفلاتك أروع شيء بقراءتك القفلة القفلة الحراءة نحن عندنا نسميها قفلة حراءة يعني قفلة ما في بعد قفلة يعني بتجي تسكب ما شاء الله المستقبل أمامك وباهر إن شاء الله بارك الله فيك شكراً لكم أختم مع فضيلة الشيخ عمر تفضل جمال وإتقان وحضور في التلاوة فنسأل الله سبحانه وتعالى لك الكمل إن شاء الله ونسأل الله لك التوفيق إلى الأحسن بإذن الله تعالى فأنت منظر ومظهر قرآني جميل في سمتك ولباسك ومظهرك وإن شاء الله في مخبارك وفي منطقك كذلك بالقرآن الكريم زادك الله إتقاناً وبهاءاً ورفعة بالقرآن الكريم شكراً جزيلاً لكم فضيلة الشيخ عمر أستاذ الحمد إذا تسمحنا بما أنه من الفتية يعني نعم ومن إيران السوري نقراله والعراقي نقراله نعم الإيراني بعضهم لازم نقراله بس هاي مسابقة العميد سيد كريم لعد وأم البنين ما ذكرتها لحد الآن سيد سلام الله عليها بمن حازت عظيم المكرماتي ومن تدعى بباب الله فخران سمية فاطم روحي الحياتي نعم ووالدة البنين ذو الثباتين الله 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 سنتم يا سيدنا سأل الله لكم العافية شكراً جزيلاً لكم لهذه المشاركة الطيبة بقفلاته المتقنة دخل إلى قلوبنا بدون استئذان ياسين غلامي من إيران شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم في المرحلة الأولى استطاع أحمد أن يلامس قلب لجنة التحكيم بقوة أدائه المغلف بإحساسه العالي فهل سيحافظ الليلة على قوة أدائه؟ نشاهد معاً المتسابق أحمد حسن من العراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُ وهو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَقَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ من يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة مباركة للمتسابق أحمد حسن من العراق حياكم الله يا أحمد وانتقل لفضيلة الشيخ محمد عصفور تفضل حياك الله حبيبي وأهلا وسهلا حبيبنا أحمد حسن من العراق مهد الكرام ومهد النعم ومهد الحضارة وهي أصحاب القراء طبعا العراق وأولا أبارك لك تأهلك لهذه المرحلة النهائية الله يبارك فيكم وأود أن أوضح شيئا مهما أستاذ محمد بما أننا في المرحلة النهائية فالملاحظات بطبيعتها تقل لعلى المشاهد الكريم ينتظر ملاحظات كثيرة على القراءة لكن أنا أقول في المرحلة النهائية تقل أولا لأن المراحل السابقة نعطي ملاحظات ونكررها دائما حتى يستفيد منها القارئ والحمد لله قد استفادوا منها وبما أنهم تأهلوا للمرحلة النهائية التي لا يتأهل إليها إلا المتقن فعلا فبالتالي تقل الملاحظات بشكل تلقائي وأحمد ما شاء الله أدى أداء موفقا رائعا وتلاوة مبدعة ولو أنه هفوات بسيطة يقع فيها كبار القراء فأتمنى لك التوفيق وأن تنال إن شاء الله الله يحفظكم جميعا إن شاء الله مركزا في هذا المسابق شكرا جزيلا شكرا إلى المشترك أحمد ويعني صراحة الملاحظات على النغم خصوصا هي ملاحظات إيجابية طبع جيد أنا صحيح كنت أدقق بتلاوته ولكن أيضا كان باليا من الأساتذة لأنه شفت تفاعل أستاذ عماد رامي وأكو جمل نغمية إحنا عادة نقول يبدأ القارئ مع التقليد أو المحاكات يعني النغم دون الصوت وهذا شيء نؤكد عليه ولكن أن يستطيع الفتي التخلص من التقليد بسرعة سريعة وبهذا العمر هذا شيء يعني من المحاسن الإيجابية العليا جدا يعني فبالتالي استطاع أحمد اليوم أن يسمعنا جمل نغمية جديدة غير تقليدية وإن كانت هي قد تكون تركيبية ما بين مجموعة قراء ولكن لا نستطيع أن نقول قلد مصطفى إسماعيل أو قلد الشحات أو قلد السنين وصات هو هذا في حد ذاته يعني فخر للفتي وفخر لنا أنه نستمع إلى واحد من فتياننا يقرأ بهذه الطريقة وإن كان هناك بعض الملاحظات في صوته لأنه صوت فترة بلوغ لعله أو استوى تقل من البلوغ نتمنى للموفقية إن شاء الله وتعالى ولكن من ناحية النغم كان موفقا جدا شيخ الدكتور باسم العابدي رأيكم أحسنتم أحسنتم يا أحمد أحمدك على تلاوتك كانت جميلة ومنسقة من جهة الوقف والابتداء بارك الله بك أنت يا أحمد في طور الصعود والارتقاء وأنت قدوة للشباب وأنموذج لا بد أن تكون هويتك هوية القرآن الكريم إن شاء الله إن شاء الله وتظهر هذه في منطقك في ملبسك في سمتك هذه مسألة مهمة ومسؤولية كبيرة شبابنا من خلالك أنا أخاطب بالشباب جميعا هذه مرحلة خطرة اليوم مرحلة التقاط وتلقي الثقافة القرآنية يجب أن تسود في مجتمعنا في شارعنا وأنتم لا بد أن تروجوا لهذه الثقافة ولهذا المنهج فحينما يراك أحد يقول إن هذا هو قرآن يحمل سمت القرآن أخلاق القرآن مظهر القرآن الكريم فمسؤوليتك كبيرة ومهمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن تكون قدوة وأنموذج طيب لكل الشباب من أمثالك الله يفضل شكرا لكم الأستاذ عماد رامي تقييمكم يعني أنا أنت سحرتني بقراءته والله يعني أكيد معما جامل أنا أنا لا أجامل فنيا نهائيا ومعروف عني كثير بهالقصة يعني أنا ما بجامل الارتجال بهالعمر معناته مستقبل باهر إن شاء الله طبعا بالدراسة والممارسة هياكم الله تعامل مع المايك أستاذ عماد وأن تقل بفضيلة الشيخ عمر تقييمكم ما شاء الله أحمد حسن كنت ماهرا بالقرآن الكريم بتلاوة القرآن وبالإنشاد فكنت ذكيا في النغم كما كنت ذكيا في التجويد كذلك إن شاء الله فذكاؤك ظهر في النغم وكذلك في التجويد فكنت رائعا ونسأل الله أن تكون قدوة لشبابنا فصاحب القرآن الكريم كما ذكر فضيلة الدكتور شيخ باسم العابدي أن صاحب القرآن الكريم يجب أن يكون هو المقتدى به لا يكون هو الذي يقتدي بغيره فأن يكون نموذجا في حسن نطقه للقرآن وفي حسن فهمه للقرآن وفي حسن العمل بما جاء في القرآن الكريم بارك الله بك شكرا جزيلا لكم أختم مع السيد كريم موسوي تفضي حبيبي أحمد أنت طاقة نغمية عجيبة يعني الله يحظك إن شاء الله وتؤدي النغم بشكل رهيب يعني ما يماشي سنك الحمد لله على هذه الطاقة المهم كلك روعة وجمال وذكاء وحلاوة الله يفضل الله يحفظك للعراق يا رب شكرا جزيلا تعرف النغم؟ تعرف النغم؟ تعرف النغم؟ إن شاء الله درست عم تدرس نغم؟ إن شاء الله رو شكرا جزيلا ما الذي تقرأ له أنت؟ أنا لا أريد أن أقرأ له أريد أن أقرأ عن رمضان يلا يلا رمضان نعم يلا نعم 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 يا صائم يا رمضان فوزوا بالمنا نيل السعادة والغنى أوليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي الصوم لي وانا الذي وانا الذي أجزبه يا صائم يا رمضان فوزوا بالمنا رمضان تجلى واغتسمى قبال العبد إذا اغتنمى رمضان تجلى واغتسمى قبال العبد إذا اغتنمى رمضان تجلى واغتسمى قبال العبد إذا اغتنمى رمضان مولاه بما التزمى بما التزمى قبال النفس بتقوى رمضان تجلى واغتسمى قبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزمى قبال النفس سيب تقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الصلوات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زوان الصلوات في دنيا الناس وأخرى رمضان تجلى وارتسمى ما طبال العبر إذا ارتسمى رمضان تجلى وارتسمى ما طبال العبر إذا ارتسمى ما طبال العبر إذا ارتسمى ما طبال النفس وتقوى الله 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 ونسأل من الله الرضا في هذا الشهر الكريم وما بين إنشاد وتلاوة طيبة هكذا كانت أجواء مشاركة المتسابق أحمد حسن من العراق شكرا جزيلا لكم وقال لنا معلومة استدعي مات في السيارة ونحن جايين قالوا إنها الإنشاد من ألحان جده نعم العرب الدين مرحبا وسلم البطار جزائري البطار ماشاء الله ودام هذا الإبداع رقف جدي كان شيخ المنشدين ماشاء الله وأنت الآن شيخ المنشدين العرب شيخ عماد أنا نعم وأكرم لكن عندي معلومة عندي معلومة أنا قلت فيما سبق أن آباءنا الجهة الثانية نعم صحيح؟ تبين أن الأب الأكبر أو بالحقيقة الجد هو أستاذ عماد نعم لا بالروحي روحي لا 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 أب روحي ولا هم يحزن لا لا أنا أكبر واحدة عمرا أكبر واحدون لكنني أصغر واحد مقابل أنت كبير لا يعني شيئا الله أحدو تسعين ونص لإبداعك أستاذنا الكريم شكرا جزيلا للجنتنا التحكيمية والشكر موصول مرة أخرى لك يا أحمد فصلت العرا خيرة تنفيل شكرا جزيلا وهذه قبلة على قول سيد حسنين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا قامة أفريقية أصيلة انتقالات سليمة اختيارات مميزة للمقامات موهبة ناضجة وصوت مستقر فهل سيصل إبراهيم إلى المراكز الأولى؟ متابع معا إبراهيم سو من ساحل العاجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ وأعدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْلُونَ عَلَّمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرْوَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا عَسَهُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إن الله غفور رحيم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَانٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ حياكم الله مشاهدين الكرام عدنا إليكم مرة أخرى بعد استماعنا لتلاوة طيبة للمتسابق إبراهيم سو من ساحل العاج طيب الله لكم الأنفاس وأنتقل مباشرة لشيخ الدكتور باسم العابدي تفضلوا بارك الله بكم حياكم الله حياك الله الله يبارك بك وددت أن أنوه إلى مسألة أننا منحنا هذه الفئة العمرية الفرصة لأن يختاروا النصوص بأنفسهم وعزيزنا محمد إبراهيم إبراهيم من الفئة العمرية الأخرى بارك الله بك أنت يا إبراهيم بدأت بآية طويلة جداً وهذا أيضاً يحسب لك لا عليك أنك باختيارك اخترت آية طويلة وهذا شيء جيد ولكن الآيات الطويلة عادةً القراء يجتنبون الابتداء بها للمحافظة على نفسهم ولأنه هو لأول مرة يصعد إلى المنصة فيحتاج إلى آية قصيرة يبدأ بها هذه نصيحة للقراء أن إذا وقع الاختيار أو أتيح لهم الاختيار يبدأوا وينتخبوا آية قصيرة يبدأوا بها لذلك أنت بدأت في من الآية الكريمة في قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ هذه آية طويلة كل هذه الكلمات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله كل هذه هي مبتدأ وخبرها رضي الله عنهم فأنت وقفت على بإحسان وكان لك كلمة واحدة حتى تنهي الجملة بمعناها الصحيح ففي المرة المقبلة إن شاء الله نحن نتجاوز قليلاً عن هذه الوقفة لطول الآية وللوقف الاضطراري لكن حاول إسعى أن تختار آية قصيرة بارك الله بك شكراً جزيلاً لكم وضيلة الشيخ انتقل إلى السيد حسنياً تفضلوا خدمتكم مولانا العزيز الله يبارك بكم شكراً إبراهيم طيب الله أنفاسك نحن سعداء أن نرى من أمثالك يحضرون بجائزة العميد ومن أماكن بعيدة يعني ممكن ساحل العاج نحن وإن كن يعني الأستاذ عماد مسافر للعالم كله بس يمكن ساحل العاج شايفها بسبب الخريطة يعني لا لا أعرفها ها تعرف رايح لها؟ سينيغال كمان تكلم فرنسي يا الله لا لا أتكلم فرنسي لا كم كلمة تعرف فرنسي من ساعة قتلي بعرف بيجو بيجو رينو سيارات هذول سيارات بيجو رينو فشرفتنا بحضورك يا عزيزي ومشاركة طيبة وإن كانت التلاوة السابقة بالمرحلة السابقة أضل بكثير اليوم لعله عرض له عارض بصوته ولكن يعني بالتالي من الشخصيات اللي نفخر بها بهذا الحضور الطيب والمبارك شكرا لك عزيزي شكرا لكم سيد كريم موسوي رأيكم حبيبي إبراهيم كنت أفضل بكثير كما تفضل أستاذي حسن الحد يعني لا جمع نغمية ولا خطة نغمية كانت لثلاوتك وحتى ما تنواحت بالنغم والمقامات والطبعات بس أقول الله وفقك إن شاء الله لكل خير شكرا لكم وضيلة الشيخ عمر ما شاء الله إبراهيم نهنئك بتأهلك لهذا الدور النهائي فهذا إنجاز كبير جدا وربما كأول مسابقة في جائزة دولية فنهنئك بهذا التأهل وكذلك حضورك وقراءتك كانت رائعة جدا يعني لم يظهر فيها شيء من الأخطاء التي ذكرناها سابقا إلا بعض الملاحظات التي إن شاء الله تتجنبها في قادم تلاواتك لأن القرآن الكريم دائم التلاوة ودائم الإتقان والإتقان لا حد له لا أحد وصل إلى نهاية الإتقان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلديك انتبه إلى حرف الرأ غفور الرحيم لا تقول غفور الرحيم فالرأ لم تقرع في مخرج اللساء لم يقرع في مخرج الرأ وكذلك انتبه عندما يكون حرف مطبق مستعلي يكون في أقل درجات الاستعلان نقول العظيم العظيم نبقي فيه الإطباق حروف الإطباق الأربعة تقبل الله منك وهذه الملاحظات إن شاء الله تزيدك إتقانا وإتقانا لتلاوتك شكرا لكم الشيخ محمد عصفور لكم الكلام حياك الله حبيبي وحيا الله أخونا الكريم إبراهيم سو طبعا أنا أضم صوتي لصوت اللدنة الكريمة أساتذة الكرام ولعل إبراهيم يعني لا يجيد اللغة العربية لكن هو لا يجيد يجيد يتكلم قليلا يتكلم لي طبعا يتكلم وأكيد استشعر الاطمئنان والاستفشار في وجهكم فأكيد هو من جواه فرحان يعني حتى لو ما أكيد استشعر الاطمئنان مننا يعني بالتأكيد ما أزيد عن أساتذتي شيء والله إلا الدعاء له بالتوفيق إن شاء الله ولعل ينال إن شاء الله مركز في هذه المسابقة موفق حبيبي شكرا لكم أختم مع الأستاذ عماد رعا من موفق إلى أبي موفق الله يبارك فيك أستاذ محمد ما شاء الله إن شاء الله الأيام المقبلة بتكون أفضل ما بيدر زيد عن أساتذتي يعني هن حكوا ووفوا ووفوا أعطوك حقق لما قالوا بارك الله فيك والله الموفق الموذج قرآني من ساحل العاج قدم نفسه خير تقديم وجاء من مكان بعيد ويستاهل وحد يقدم له شيء يالله سيد كريم نعم نقترب من ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدارة ينميه حيدارة وينجب أحمد يزدان بالإرث الكريم فعزمة من حيدار من حيدار ومن النبوة سؤداث الله 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 من شذا هذه الولادة ونحن نقترب شيئا فشيئا لولادة مولانا كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلى الله وسلامه عليه هكذا كانت مشاركة إبراهيم سو من ساحل العاج يا إبراهيم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا مستمرون وإياكم مشاهدين الكرام ولنا عودة كونوا معنا تلاوة رائعة وإحساس عميق هذا ما رأته اللجنة في أداء محمد أبي بكر فهل سيصل محمد إلى المراكز الأولى أداؤه الليلة سيحسم الأمر محمد أبي بكر من باكستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لرأيته خاشعا من خشية الله لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا والرحمن الرحيم لرأيته خاشعا 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 سبحان الله عما يشركون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صدق الله العلي العظيم حياكم الله ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم استمعنا لتلاوة طيبة من المتسابق محمد أبي بكر من باكستان طيب الله أنفاسكم وانتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم فضيلة الشيخ عمر تفضلوا محمد أبي بكر كنت ممتازا ومتميزا فرغم صغر سنك وعجمتك ولكن حروفك رائعة جدا مخارج الحروف والصفات كانت رائعة جدا فكنت متميزا فكنت تقرأ بقراءة الكبار وفقك الله إن شاء الله للأحسن ونسأل الله لك التفوق في هذا الدور النهائي بإذن الله تعالى شكرا جزيلا أنتقل إلى السيد كريم موسوي رأيكم حبيبي محمد كنت ماهرا باختيارك للمقامات وتكملتها يعني أنت تختار المقام وتكمل صحيح اخترت البيات من ثم دخلت إلى الرست كملت الرست دخلت إذا نهوانت السيكة كملت السيكة ونهوانت فأنت الله يحفظك إن شاء الله محترف وكأنك محترف إن شاء الله الله سبحانه وتعالى عينك بتلاوتك والأدام بهذا المسير يا رب شكرا جزيلا عضيلة الشيخ الدكتور باسم العابد حياكم الله لكم والكلام حياكم الله صلى الله عليه وسلم حياك الله محمد بارك الله بك لا غرابة أن يظهر في باكستان قارئ جيد متمكن على الرغم من صغر سنة باكستان مدرسة في التفسير الشيخ أبو أعلى المودودي الشيخ المودودي من الذين أنتجوا للتفسير منتجا معرفيا مهما وهو ذو اتجاه تبليغي ودعوي فقد أنتج تفسير ترجمان القرآن وباكستان مدرسة في الأدب والدكتور محمد إقبال من الأدباء الباكستاني الكبار وأنتجا للأدب العربي كتب في العربية وأنتجا للأدب العربي ثراء مهما أنت قارئ جيد وإن شاء الله تتعلم العربية بشكل جيد لا نحاسبك على ما وقفت عليه لصغر سنك إن شاء الله تتعلم بشكل أحسن وأفضل وتتمكن من تلاوتك بارك الله بك يا محمد شكرا جزيلا لكم الشيخ محمد فهم عصفور تقييمكم حياك الله حبيبي محمد أبي بكر الصغير عمرا الكبير مقاما أيها المبدع ما شاء الله جميل ورائع جدا وبالنسبة لعمره أدى أداء فصيحا بليغا سليما في المخارج والصفات والأحكام وبعض الهفوات البسيطة كبار القراء يقعون فيها شكرا جزيلا لكم وأنتقل إلى الأستاذ عماد رامي لكم الكلام بارك الله فيك أخي محمد ما شاء الله القراءة القراءة هذه المرة أفضل من كان موفقا بالعلامة التي أخذها فالمرة الماضية كان يتكلف لأن العلامة كانت ليس من أسبة للصوت والعلامة الموسيقية الله يوفقوا إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سيد حسنيا لكم الكلام شكرا جزيلا محمد أبي بكر يعني من التلاوات الجيدة وليس من السهل صراحة الوصول إلى نهائيات جائزة العميد بوجود القراء اللي شاركوا بالمرحلة الأولى وانتقلوا إلى هذه المرحلة فبالتالي أنا هني على وصول المرحلة النهائية وأيضا التلاوة اللي كما أشاروا أساتذتنا يعني عن المرحلة السابقة أفضل بكثير أتم المقامات هي أفضل صفة هذه لكن أنا شخصتها أجمل ما أدى هو النهائيات رغم أنه كلهم كانوا جميلات وخصوصا الجواب العالي الأخير ولكن بما أنه فضيلة الدكتور باسم العابدي ذكر الشاعر أو الأديب محمد أقبال فلا بأس أنه أحد أساتذتنا يقرأ هي بنت من خذها إليك نقية يا طاقة من ذا من ذا سيعرف في الورى معنا خذها مطهرة وليس كمثلها شبه وليس كشخصها إلا نعم 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 بنت من هي زوج من هي بنت من الله هيا زوج من هي أم من هي بنت من هيا زوج من هي أم من هي فاطم هي فاطم روحي لها وفداها الله 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 نعم من إحساس في الإنشاد وإحساس عميق في التلاوة هكذا كانت مشاركة محمد أبي بكر من باكستان شكرا جزيلا لكم يا محمد ونسأل الله لكم العافية شكرا جزيلا لكم تفضلوا بعد أدائه الاحترافي المتقن في المرحلة الأولى سينافس الليلة مواهب ليست بالسهلة فهل سيتبوى محمد أهيى بن نقشبندي أحد المراكز الثلاثة الأولى نتابع معا محمد النقشبندي من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَرْبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الأحزان السَلَّامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العزيزُ الكبار المُتَكبِّر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا بخشوع لتلاوة طيبة للمتسابق محمد أهيب النقشبندي من سوريا طيب الله لك الأنفاس يا محمد وانتقل مباشرة لفضيلة الشيخ عمر لكم الكلام محمد أهيب فقد هيمنت على قلوبنا بتلاوتك للقرآن الكريم كنت رائعا وذكرتنا بالتلاوات المتقنة المحبرة المجودة للقراء السوريين ما شاء الله نحيي من خلالك من علمك ومن رباك ومن وجهك لتعلم القرآن الكريم نسأل الله أن تكون من أصحاب الأسانيد الذين يؤخذ منهم القرآن الكريم فقد كنت رائعا جدا فقط يعني هنا صغيرة انت بهليها وهي استطالة الضاد فنضربها حتى لا تكون محبوسة كي لا يحبس صوتها لأن الضاد من الحروف الرخوة ومن صفتها الاستطالة وفقك الله سبحانه وتعالى وثبتك على القرآن الكريم وجعلك قدوة لأبنائنا في تعلم وتعليم القرآن الكريم شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد فهم عصفور تقييمكم حياك الله حبيبي محمد الله يبارك بعمرك و الله يحفظك حبيبي بهذه الملابس البيضاء الجميلة التي هي ان شاء الله مثل قلبك الأبيض وجعل الله أيضا مستقبلك أبيض أنا أعطيتك ملاحظة في الدور الأول و ما شاء الله استفدت منها خير استفادة و أنا صراحة أدعو لك وأدعو للوالد الكريم والدك معك طبعا هنا في الاستوديو نعم تحية طيبة لك نعم أي فما أجملك ما أجمل الوالد بهذا الحفاظ على القرآن و التحامه بلحمك و دمك منذ الصغر و وصلني أيضا أنه يحفظ نصف القرآن و في طريقه للحصول على الإسناد للنبي الأكرم صلى الله عليه و سلم و يقرأ على عظم المشايخ في سوريا ولا عجب يعني فسوريا بلد الإقراء و بلد العلم و بلد العطاء و الإبداع بارك الله بك حبيبي بارك الله بك ما شاء الله أحسنت و أيضا ينشد هو محمد منشد يعني نعم الكلام عند إخواتنا الكرام إذا يطلبوا منه ينشد يعني إن شاء الله سيكون عند الإخوة سيد كريم موسوي لكم و الكلام حبيبي محمد أولا أوصيه بالاستمرارية على تقليده لمدرسة محمد صديق منشاوي فهذا خير اختيار يعني فهذا الصوت يناسب هذه الطريقة طريقة محمد صديق منشاوي رحمة الله عليه وسيد كريم جيد هو أن يتبع الشيخ المنشاوي في الأنغام والمقامات ولكن لا يتبعه يعني استنساخ لتلاوته فهو في مساحة مفتوحة أنا قلت له يعني الشيخ المنشاوي مساحته مفتوحة في قراءته وهو في المسابقات إن شاء الله أنا كعتم لشيخنا أستمر على تقليد من مدرسة محمد صديق منشاوي ولكن بدقة واستماح كثير وحفظ تلاوات أكثر ويعني شفت عدم استفادة من صوت الواقعي يعني ما يستفاد من صوت الحقيقي فاستفد من صوتك الحقيقي لا تخفيه حبيب قلبه لا تخفيه يعني نغيره من نقشبند لمنشاوي هو محمد أهيب النقشبند نغيره لمنشاوي لا هو قراءة أنا حاجي بالقراءة هو الاسم ولكن روحه وأنه يحظى رحمة الله على النقشبند ورحمة الله على المنشاوي تفضلوا ضيئة الشيخ باسم العابد أحسنت يا محمد زادك الله مهابة بارك الله بك كما ذكر سيد كريم الله يحفظه طابع الذي ظهر من صوتك تابع للشيخ المنشاوي وظهر أمر جميل وجيد وجذاب ولكن في الاتجاه الإقرائي جيد أن تتبع أحد القراءة وأن يظهر منك هذا المشهد الجميل لا سيما عند الشيخ المنشاوي ولكن محمد الشيخ المنشاوي وبقية القراءة حينما يقرؤون بالمحافل هم يتصرفون بالكلمات بحسب الأنغام وطبيعة اللحن الذي يقرؤون به أنت في المسابقات القرآنية ينبغي عليك أن تنظر إلى المعاني فبعض وقوفاتك غير صحيحة هو أيضا يعني شيخ المنشاوي وقوفاته في هذه المواضع كانت تابعة لطبيعة النغم الذي كان ينسج مع تلاوته أما أنت وقفت مثلا هو الله هذا هو الله مبتدأ وخبر والذي صفة الخبر صفة لفظ الجلالة فلا ينبغي الفصل بين الصفة والموصول هو الله ماذا؟ السامع والمتلقي يريد منك أن تبين له صفة الله سبحانه وتعالى فأنت اتبعت المنشاوي في صوتك الجميل ونغمك الأجمل واتبعته في المعاني التي لم تكن متسقة إن شاء الله تطلع كثيرا وتفهم النصوص والدلالات وتقرأ بإدراك وفهم معنوي ومعرفي بارك الله بك شكرا لك شكرا لكم الأستاذ عماد رامي تفضلوا حبيبي محمد أنت في الشام عند من الشيخك؟ الشيخ الذي تعلم عنه المقامات؟ أعلي صوته الشيخ الذي تعلم عنه المقامات؟ أم التجويد؟ مين؟ بالمقامات؟ تبصد المقامات؟ لا لا، مين؟ بأي مسجد أنت تعلمت؟ عند الشيخ هلان مزرزع جامع أونيس الأنصاري أيها ما شاء الله أنا أفضل أن لا تقلد أحدا يعني لأنه إذا كان المنشاوي على خطأ معناته نحن على خطأ فلا التزم بما يقوله الأسادي زي أساتستك لأنه أساتستك هنين بيوجهوك صح التزم بما يقوله لك مو نوجهناهم على أذاء ابتلاوت لا أنا برأي أنه أستاذ أستاذ أنا لما أساتسته لأنه ما شاء الله يعني كبار بالقراءات ممتازين وإذا بيوجهوهنين لا تقلد حدا خليك على ما بيقوله لك الأساتذة أحسنت أحسنت أستاذ بارك الله فيك وإن شاء الله المستقبل قدامك شكرا لكم ختاما مع السيد حسني تفضلي بخدمتكم أنا أجمع بين الرأيين بين رأي سيد كريم الذي يوصل إلى مراحل متقدمة من التلاوة بشكل سريع وأيضا بوصية الأستاذ عماد بأن يكون شخص محترف الناتج احتراف ولكن بدرجة أبطأ بالسرعة يعني ضمن السنوات محمد النقشبندي يجمع بين عدة أمور أولا شكلا هو يشبه الشيخ الحصري طبعا لي ربط بهذا الموضوع الشيخ الحصري من موليد عام 1917 ومن آل النقشبندي سيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه المنشد الكبير والقارئ أيضا من موليد عام 1920 والشيخ محمد الصديق المنشاو الذي قرأه بطريقته عام 1920 ولكن شوف الفرق بين المدارس الكثيرة لو تسمحون الإعداد الفرق أنه الشيخ محمود الحصري ضمن إمكانيته الموجودة استطاع أن يضع في أذهان كل المسلمين الذين استمعوا إلى الحصري الأحكام أولا ثم الخشوع وبعد ذلك الشيخ محمد صديق المنشاوي لو استستمع إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي أيضا إمكانيات كثيرة في أداءه ولكن الخشوع فوق كل شيء عنده رغم أنه انتقالاته سليمة ولا يصعد إلى الجوابات نهائيا عادة يمتلك الوسط وما دون ذلك وحتى القرار العميق أيضا والبكاء وكل الشخصيات الدينية ما لاحظت شخصية من الشخصيات الدينية إلا وتؤكد على استماعهم شخصيا إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي فبالتالي هكذا نماذج لما ذكرنا بالشيخ محمد صديق المنشاوي أعتذر على الإطالة طبعا فبالتالي الخشوع هو سيد الموقف في تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي بفترة زمنية نفس الفترة الزمنية التي عاشوها شيخ سيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه أيضا إمكانياته عالية جدا خصوصا إمكانياته الصوتية بعكس الكل كانت جواباته عالية جدا وأيضا يمتاز بالخشوع فهو يستطيع ضمن إمكانياته الصوتية هؤلاء الأحبة اللي ذكرناهم إمكانياتهم الصوتية مختلفة ولكن أداءاتهم مختلفة أيضا فبالإمكان ضمن إمكانياته الصوتية أن يحدد مساره لا بأس بالاستفادة من الشيخ المنشاوي الذي لا يأخذش صوته ولكن أعتقد إمكانيته هي أعلى مما قدم الآن ونتمننا للموافقية إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سيد حسنيا إذن سوريا اليوم تفتخر بك يا محمد طابت هذه الأنفاس ونسأل الله لكم التوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا تفضل مشاهدين الكرام استمعنا إلى تلاوات أحبتنا الفتية والتي خضعت لتقييم لجنة التحكيم لكن إعلان النتائج ليكون في هذه الليلة سوف يكون في ختام المرحلة النهائية ليتم تكريم أحبتنا من فئة الفتية والكبار معا إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة